سلام القصة عليكم وسلام القصة لك وعليك أهلا يا دكوه دعني أبدأ من مقولة لأرفريد ناهان قيادة في البحرية الأمريكية يقول الشرق الأوسط سواء كمفهوم استراتيجي أو كموقع للحدود الجنوبية للبحر المتوسط وآسيا هو مسرح مواجهة استراتيجية بين القوى المتصارعة بالتالي إذن نحن سوريا كجزء من الشرق الأوسط ليست ساحة جديدة للصراع وإنما كما ذكرت حضرتك صاحة قديمة والملف مفتوح من قبل 2011 منذ بدء احتلال العراق ومن ثم دور سوريا منذ 2006 2005 تقريبا 2006 عندما طرحت كوندليزي رايس بمصلح الفوضى الخلاقة ومشروعها الجديد الذي بقى بالفشل عند وجود احتلال امريكي في سوريا وفي العراق أمر مستحيل أن يتم التعايش أو أن يؤدي إلى توازن قوى معادلة غير صحيحة أبدا لا يوجد توازن مع استمرار الاحتلال الأمريكي لأسباب عديدة السبب الأول أن الوجود الأمريكي الغاية منه هو تطويع النظام التركي من خلال خلق قسد ودعم الأكراد في سوريا ليبقوا دائما ورق الضغط على النظام التركي وليكونوا دائما نقطة خلاف بين سوريا وتركيا وحجر عثر لمنع تقارب سوري تركي إضافة إلى ذلك إضعاف الاقتصاد السوري عفوا الذي لن ينتعش ومن المستحيل أن ينتعش دون الانسحاب الأمريكي لأنه سيدر على أبار النفط والذي له يشكل مصدر مهم جدا في الاقتصاد السوري أيضا هو نقطة ثالثة سواء في سوريا أو في العراق الوجود الأمريكي هو تهديد الأبار الإيرانية النفطية بالإضافة إلى أنه تهديد النقطة الرابعة للقواعد الروسية سواء كتجسس سواء كعدوان نفرط طائرات مسيرة يكون له أفضل من لو لم تكن هذه القواعد موجودة وأيضا هو على المدى البعيد يسبب إلى عدم استقرار أمني في سوريا هذا يمنع إعادة البناء البنية التحتية في سوريا ويمنع استثمارات لدول ما زالت على الانتظار أنها لها نية مثل الصين مثلا وطريق الحرير في سوريا دول كثيرة خليجية لها نية في سوريا ولكنها في حالة قلق ليست الوضع الآن لا يسمح بإعادة بناء البنية التحتية في سوريا لا يسمح بإعادة استثمارات كلها في قائمة الانتظار بسبب الوجود الأميركي في سوريا وبالتالي الوجود الأميركي في سوريا حتما إلى زوال حتما لا يمكن الاستمرار بوجود سواء إما حل دبلوانسي سياسي أو ربما حل عسكري أو ربما مقاومة وكان أيضا أصلا طريحة بفكرة المقاومة في الجانب السوري الأرضي الأراضي المحتلة في سوريا من قبل إحتال الأميركي طريحت ما قبل توفان الأقصر الآن محاولة إسرائيل وأميركا أن تأخذ برقة غزة كنقطة للتفاوض صراحة معادلة غير متوازنة الأطراف عزة غزيزة عزيزة فلسطين عزيزة علينا ولكن منذ البداية وجهة نظري قد أكون مخطئة المقاومة أعلنت أنه نحن لدينا مقاومة لدينا جبهات إسناد لغزة هذه ورقة مختلفة عن الوجود التركي السعفة الأميركي في سوريا كدولة مستقلة سوريا دولة مستقلة لها قرارها الذاتي لها سيادتها الذاتية سواء بغزة أو بدون غزة قبل توفان أو بعض توفان سوريا لها سيادة وأراضيها بإذن الله سوف تعود محررة شكرا